جوزاف ينقل إلى ولده إدقار خبرة إدارة هذه المؤسسة العائلية على مدى 25 عاماً توسعت خلالها من متناهية الصغر إلى متوسطة الحجم ورغم المصاعب المالية الراهنة في لبنان لا تزال تؤمن فرص عمل لنحو 30 موظفاً عم نرجع وعم ترجع الحياة الاقتصادية شوي شوي أكتر وأكتر عم تتحسن نحن نجرب نتخطى الأزمة بالأذر الممكن بسعر الدولار يطلع كثير وهيك نجرب قدمة فينا نحن أن نكون ماشيين مع الأزمة بس لبعدين إذا ظلت الأمور هيك صعبة يمكن تشكل المؤسسات الصغيرة نسبة 80% من مجمل المؤسسات العاملة كما أنها تحقق أكثر من 70% من مدخول الناتج المحلي لكنها لا تزال تعاني من تداعيات تفشي جائحة كورونا هذه المؤسسات بظل الجائحة الحالية المستجدة كتير عم بتتأثر ومشا هيك كتير من الحكومات عم تدعم مباشرة هالنوع من المؤسسات بهذا النهار العالمي بعتقد بدنا نأكد على دور المؤسسات الصغيرة وعلى دور الانتاجة على دور بخلق قيمة مضافة وبخلق فرص عمل ولو بسيطة وصغيرة بس أقلها ثابتة وواعدة تكمن أهمية هذه المؤسسات بأنها تمثل العمود الأساسي للاقتصاد وتلعب دورا مهما في التنمية المستدامة لا سيما على الصعيد الاجتماعي بعد إعادة فتح الاقتصاد اللبناني ومع تفاقم الأزمة المالية تزداد الحاجة إلى مثل هذه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظرا لمرونتها في التأقلم مع المتغيرات وليام عزام الحرة بيروت